أنا أعطى البرانت وهو هيرباتيس يسمى الألوكيشيا ماكرو أريسيا وهو الألوكيش أو إذن الفيل كما شفتوا في الرسمة ورق كبير جدا تتراوح الورقة بحوالي أربعين صانتي أو ثلاثين صانتي في حوالي خمسين صانتي إنه مرحة 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 ومثلت في حوالي هذا المترجم تتراوح الوصول على حوالي متر ثمانين سوى الألوكيش سوى الألوكيش مرحة مرحة إنه مرحة الورقة تبعها كبير جدا هذا المترجم وهو الآن أول ما بدأت رسمت برصاص عملت داركنيس للأجز من هذا المترجم اللي هو الطرف اللقاءها مع الغصن الصغير تبعها وكل جهدنا الآن نعمل إلها مرحة إنه مرحة مرحة إنه مرحة مرحة تتجاوب مع السمات ببداية الربيع وفي الصيف أيضاً تتجاوب مع السمات بشكل ممتاز جداً إذن الإسم العلمي إذن الإسم العلمي إسم العلمي مرحة مرحة في قوارات بطريقة ممتازة وتحفظها لفترة طويلة بداية أوراقها تكون خضرة فاتحة بعدين تبدأ تغمق تغمق ما عندها any major disease لكن بالأوراق عند السقيع يجب قطعها لأنه it freezes and it dies back بس اقطع الأوراق اللي بتموت and you will be in a good shape to take care of this plant and here I am زي ما بتشوفوا أيضا بكون الشعيرات اللي جوه الورقة it's very clear and you can see it you can feel it most of the time here I am doing some kind of adding a little bit of a touch of whiteness حتى أخفف وأعمل texture للplant اللي يبين معي the texture of this plant again النباتات plant material is an art and when you study landscape plants it makes you a fresh architect understanding the value of plant material and that's what I'm trying to do because it helps me reading the design and understanding the value sometimes I prefer this plant to be as a backdrop ما تكون في المقدمة يعني تكون في الخلفية لأنه huge وقدامها إذا ظهر أي إشي ممكن يبين أكتر لأنه هي إذا ظهرت في المقدمة بتكون بدأت تخبي النباتات اللي بتكون وراها فمن الأفضل تحطها as a background بحب بحطها دائما with levestona chinensis أو with shimerapus humilis those plant materials if you can you can use them and you can use them frequently and it gives you a good textured plant ولأنه ورقها عريض إذن عملية النتح فيها رهيبة جدا فإنه هي مجلسة المنطقة بحطة بحطة in the summer because of its leave herbaceous plants يعني عشاب معمرة وهنا نأتي إلى معلومة مهمة جدا as landscape architect النبات دائما حاولوا جهدكم إنه تفهموا طبيعة الورقة طبيعة النموات اللي تطلع عليها medium sun زي ما قلنا summer season flowers and it's a yellowish color of flowers gets into this plant فلذلك الواحد ممكن إنه يستفيد من lush it's a large flowers بس it's known for it is value of the texture of the leaf أكتر من the flowers as such this is how I deal with this plant وهون أنا بدي أحاول شوي أعطي a little bit of shadow and this shadow I will try to give it with a little bit of brownish color for the trunks usually I will put that brownish brownish green and here هيك بنكون هنا رتوش هذه النبتة اللي هي عبارة عن ممكن تكون huge ground cover ممكن تكون brown abouts ما بدها عناية كتيرة فروست 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 مدرتي يعني شوية لو كان في رطوبة فيها وفعلا زي إذن الفيل هذا مدرس بدها صني إكسبوجر ثقوية 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 لدينا كلية ها 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 here we have finished this plant now we gonna put the scientific name alocacia macrorightia line it up ما هو ألو كيشيا مكرو مكرو أليفان 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 أليفان